اهتمام كبير وجده قانون ضريبة الدخل الذي صوت عليه مؤخرا في مجرس النواب حيث اعتبر نواب أن الضريبة أمر إيجابي معمول به في المجتمعات لكن الأمر لا يكتب له النجاح دون ضبط الإيقاع بشكل ملائم والقضاء على الفساد وبندون ذلك تذهب أموال الضرائب إلى جيوب الفاسدين بدلا من خزينة الدولة هناك كثير من دوار الدولة اليوم تذهب إلى الموظف فيقول لك أعطيني كذا مبلغ كي أمنع عنك الضريبة هذا الحال موجود يعني لذلك أموال الضرائب الآن لا تذهب إلى الخزينة العراقية وإنما تذهب إلى الموظف الفاسد وهذه حالة كارثية إذن تشريع القانون لا يكفي لوحده وإنما يحتاج تفعيل لهذا القانون كي يأخذ الجانب والوعاء الضريبي حجم الطبيعي في الحكومة العراقية والخزينة العراقية مورد مالي جيد من المؤمل أن يسد 20% من الموازنة وبالتالي سيمكن الدولة بحسب خبراء من إنجاز مشاريع ناجحة كحال الدول الأخرى التي تصد ضرائب الجزء الأكبر من موازنتها ضريبة الدخل هي مورد مالي للحكومة لإنجاز مشاريع كثيرة لا تستطيع إنجازها عن طريق الموازنة أو عن طريق إراداتها المتحققة من بيع النفط خاصة إذا ما علمنا أن الآن أسعار النفط في السوق العالمي هي أسعار متدني المورد الضريبة نسبته من الموازنة ما يجاوز 2% إذا فعلت بصورة صحيحة إذا تفعلت الضريبة راح تكون مساهمة الضريبة في الموازنة يتعدل 20% قانون ربما يسوم في تطوير الاقتصاد وإنعاش حركة التطور كونه من الممكن أن يعمل على تشجيع المفاصل القطاعي المختلفة شرط أن يتم الالتزام بتنفيذ كل فقراته وتفعيل آلية نجاحه للحد من الفساد نور الأسدي المدى بغداد